ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين في هذه التغطية الخاصة بأسبوع الابتكار هذا الأسبوع الذي وجه به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتهم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتعزيز مفهوم الابتكار على مستوى القطاعات كافة وأيضا فئات المجتمع كافة وحاليا متواجدة في مقر هيئة كهرباء ومياه دبي للحديث أكثر عن فعاليات الهيئة ضمن هذا الأسبوع ومعي في هذه الاستضافة سعادة سيد طاير وهو الرئيس التنفيذي والعضل المنتدب لهيئة كهرباء ومياه دبي اللي يعرفنا أكثر على فعاليات هذا الأسبوع طبعا الأسبوع هذا حقيقة أسبوع نشط أكثر من ثلاثين مبادرة متكرة بالنسبة للهيئة طبعا الابتكار هو محور استراتيجي رئيسي في استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي التي تدعم استراتيجية حكومة دبي 2020 واستراتيجية دولة الإمارات كذلك 2021 طبعا من أهم الفعاليات اليوم هناك ورش عمل وهناك محاضرين من الداخل ومن الخارج أبراز طبعا مواهب وعقول المهندسي الهيئة وكذلك العديد من المسابقات مع الجامعات اليوم شهدنا مسابقة لتعزيز رؤية هيئة كهرباء ومياه دبي وطبعا شاركت فيها الجامعات الموجودة في دبي وفازت فيها الجامعة الأمريكية وجامعة الزايد وحقيقة هناك كذلك العديد من التقنيات الحديثة طبعا نحن في النهاية الابتكار مثل ما ذكرت أنا هو هدف استراتيجي بيساعد الهيئة على تحقيق الهدف والأول الذي يسعى إليه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وهو سعادة المواطن وسعادة المقيم طيب لو نتكلم أكثر عن الابتكار في مجال الطاقة كيف تستفيدون وكيف يطبق هذا المفهوم في الطاقة وكيف يكون له التأثير أيضا طبعا الابتكار في مجال الطاقة هو تحقيق التنمية المستدامة قامت الهيئة بثلاث مبادرات رئيسية وأعتقد أننا نماشيين في عملية نشر هذه المبادرات منها طبعا الشاحن الأخضر والسيارات الكهربائية إن شاء الله ستكون هناك في المستقبل غريب سيارة كهربائية في دولة الإمارات بدءا من الدوار الحكومية وبيكون هناك إلزامي للدوار الحكومية في حدول 10% من مجموع السيارات طبعا الجديدة طبعا بيكون هناك بالنسبة إلى شمس دبي سوف ينتشر مفهوم الطاقة المتجددة في دولة الإمارات العربية المتحدة طبعا بناء على التوجيهات والقيادة العليا للدولة شمس دبي سوف تساهم في نصيب المحفظة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة وهناك كذلك الأنظمة والشبكات الذكية والتي سوف تساعد على سعادة المواطن والمقيم وخدمات نقدر نسميها ريال تايم خدمات آنية سريعة ذات كفاء عليه شكرا جزيلا لك طبعا مشاهدين رح أنهي هذه الاستضافة بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عندما قال بأن الابتكار ليس ترفا فكريا بل هو سر تجدد الدول والشعوب وهو الذي يحدد مكانتنا عند الأمم مشاهدين الكرام أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن تنظيم فعاليات متنوعة ضمن الأسبوع الوطني الإماراتي للابتكار وبهذا تتبنى هيئة كهرباء ومياه دبي من خلال مشاركتنا هذا الأسبوع أهمية الابتكار كركيزة أساسية وقيمة مؤسسية والمزيد عن التفاصيل عن هذا الموضوع استعدنا أن يكون معنا في الاستوديو الدكتور عمار مطر المزروعي مدير أول الابتكار والاستراتيجية وتطوير الأعمال في هيئة الكهرباء ومياه في دبي حياك الله معنا مرحبا السلام أرطيكم العافية وقواكم الله أسبوع وطني طبعا روح الوطنية عادية فيه بالإضافة إلى الابتكار عام 2015 هو عام الابتكار وقبل ما نتحدث معاك حابة أن يرحب فيك وقولك قبل شوي تابعنا مقابلة مع سعادة سعيد الطاير وتابعنا أيضا المكان الموجود فيه دعنا نتكلم عن هذا المكان وعن إطلاقكم لفعالياتكم في أسبوع الإمارات للابتكار فهيئة كهرباء ومياه في دبي أطلقت عدة فعاليات حوالي عشرين فعالية وعشر مبادرات في خلال هذا الأسبوع فقط أسبوع الابتكار الإماراتي في سعادة العضو المنتدب ومدير هيئة كهرباء دبي سعيد الطاير كان في القبة وفيها القبة اللي هي القبة المستقبلية أطلقنا عدة حوارات للابتكار عدنا ثمان حوارات تتناول الموضوع الاستدامة الطاقة المتجددة المياه الكهرباء فهي كلها تتعلق باستراتيجية ديوة للابتكار وعذنا جميع الناس جايين من الأطراف جايين من ألمانيا من النمسا من أمريكا وأحضرنا شركائنا اللي يشتغلون في تطبيق استراتيجية ديوة للحضور والمشاركة فكان كل التعاون من الجميع وكان الشي الجميل أن كان بدون ثمن فأصبح أن احتفالنا بالابتكار مع الشركاء ومع الطلاب ومع المجتمع ومع المخترعين الإماراتيين في خلال هذا الأسبوع ومن خلال القبة وبعدين قمنا مكان ثاني اللي هو الخيمة الخيمة هاي فيها معرض ديوة للابتكارات وكان للطاقة المتجددة فيها اختراعات وفيها ابتكارات خاصة بالطاقة الشمسية وفيها باستخدام المياه لأن المياه عندنا يعني في تحديات محدودة نوعا ما في طريقة الاستخدام وعندنا شيء يعني لازم تتوهن واستشوفون لأن عندنا أول مرة يعني شيء يمثل لمبة لكن بدون أو مصباح كربائي لكن موصل ويعطي طاقة بدون أسلاك وشغال على المغناطيس وليوم شوفين كأن يطفوا على هذا وعندنا ناس جبناهم من المخترعين جدد استضافناهم بس من خلال ديوة ورحبوا وجووا عرضوا اختراعاتهم وابتكاراتهم فالمعرض وفيه الشركات وفيه الشركاء وفيه المخترعين المواطنين وفيه أكاديمية ديوة وفيه اختراعات وابتكارات من ديوة فمحتفال ومهرجان كبير جميل أعطيكم العافية كل المؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية والخاصة والأكاديمية تتنافس بأن في هذا السبوع تقدم أهم عطاءاتها العقلية والفكرية بما يصب في مصلحة طبعا مجالها وقطاعها لو نتحدث اليوم تكلمت عن أن عندكم أكثر من عشر مبادرات وعشرين فعالية خيمة وقبة للابتكار في طبعا هيئة وكهرباء مياه دبي خلال أسبوع واحد لو نتحدث عن طبعا محاول رئيسية وأساسين أنت دائما تركزون عليها مثلا طبعا الطاقة الخضراء التقنيات الخضراء شو الجديد فيها شو اللي طرحتوش شو الابتكار فيها أيضا بالإضافة إلى المياه وكيفية استهلاكها من الأرشاد والتحديات اللي أنت تكلمت عن اللي تواجهكم فيها ما هي الحلول والابتكارات اللي اخترعتوها لمعالجة هذه المشكلة وطبعا مثل ما نعرف أن أيضا عندكم أنتو تركيز أساسي على النشأ أو الأطفال أو الصغار فأيضا شو توجهكم في هذا الخطم خلال دعمكم للمخترعين الصغار خلينا نتكلم عن هذه المحاور الثلاثة نزيل فيه على المستوى المؤسسي على مستوى هيئة كهرباء ومياه دبي عندها مشاريع إن شاء الله عملاقة منها مجمع صاحب السوء محمد بن راشد للطاقة الشمسية وهو إن شاء الله بيكون من أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم وبيوفر 15% من الطاقة الاستهلاكية لمدينة دبي إن شاء الله بحلول سنة 2030 فهي من استراتيجية ديوة في التنوع في مصادر الطاقة وعلى مستوى الطلاب إن شاء الله بنطلق مصابقة الروبوتات قمنا خذنا حطينا مصابقة الروبوتات منتعلقة بالطاقة الشمسية فيها برمجة فتحفز الطالب على أن يبرمج هذا الروبوت ويركبه وهي نكونة من حوالي 16 جزء يجيش في علبة والطالب له حرية الابتكار واختراع شيء من وراء تركيب هذه الأشياء وبرمجتها ويعمل بالطاقة المتجددة من البداية للنهاية ومن خلال البرمجة يوفر لك وظائف مختلفة فبنطلق المصابقة هاي مع المدارس إن شاء الله بعد يومين وبنشوف إن شاء الله بعد فترة بنحدد الجوائز وبنحدد فترة معينة عسى بيردون علينا وبناخذ إن شاء الله أفضل تقديم في الروبوتات ومنها نشوف إنها تشجيع للطلاب على الاختراع والابتكار ومنها بعد تشجيعهم على استخدام الطاقة المتجددة جميل جدا إذن هذا على مستويات اهتمامكم في هذا الأسبوع في هيئة كهرباء ومياه دبي طبعا تقدمون أو تقومون بإطلاق منصة ابتكاري خلينا نتكلم عن هذه المنصة وشو هي هذه المنصة ووين موجودة وشو اللي تطلق في أسبوع الإمارات للابتكار هي من ضمن المبادرات اللي إن شاء الله بيطلقها العضو المنتدى بسعادة المدير العام سعيد الطاير خلال بيكون يوم الأربعة إن شاء الله ومنصة هي منصة إلكترونية بنطلق فيها إن شاء الله مصابقات للمخترعين والمهندسين والعلماء في جميع العالم نعطيهم وقت محدد نعطيهم جائزة نحدد جائزة من خلال هالجائزة ومن خلال هذا التحدي بيحاولون يحلونا مشكلة أو تحدي متعلق بوظيفة خاص بعمل هيئة الكهرباء وخاص بحياتنا اليومية فممكن يكون خاص باستخدام شاحن يعمل بطاقة شمسية ممكن يكون عن طريق استخدام اختراع لتوفير المياه يعني بما يخص طبعا اختصاصات هيئة كهرباء ومياه دبي تكون هذه المنصة تجمع مجموعة من المبتكرين والمخترعين يخترعون أشياء في اختصاص الهيئة وتكون جائزة فورية موجودة والتقييم يكون فوري خلينا طبعا نتكلم عن جانب ثاني تكلمنا عن الهيئة وماشاء الله طبعا كان نظيراتها من الدوارة ومؤسسات الحكومية تحذو حذوهم وهي تتماشى مع توجيهات القيادة يكون عام 2015 عام للابتكار وماشاء الله يعني من هذا الكم الهائل من المجهود والفعاليات والمبادرات اللي نشوفها عندكم انتم حضرينها ما نقدر نحصرها في دقائق معدودة نتكلم عن الجانب الوطني لأسبوع الابتكار وماذا يعني ليهيئة كهرباء ومياه دبي وماذا يعني لك أنت كدكتور إماراتي مختص في جانب الطاقة والكهرباء والمياه طبعا هي تحسين أن نستحققين رسالة وطنية فهي بتوجيهات من سيدي صاحب السمو رئيس الدولة الله يحفظه من توجيهات سيدي الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة حاكم دبي فتحسين بها شيء جميل دعمهم للابتكار وتغيير الحكومة عشان اسعاد الشعب فالواحد من يساهم في شيء مثل هذا يعني طبعا لا يسعى إلا أن يكون فخور برسالة مهمة ووطنية عشان في النهاية تحسي بها يعني فعلا لإسعاد وتحقيق ازدهار الوطن وراحة الشعب في النهاية يعني شيء عظيم وبعدين تأسسين حب التطوير وهو بعد أن عندك رأية الإمارات 2021 تحسين أنش تحقيقين في الوصول إليها في يعني مشاعر وطنية عامة برحة وطنية الحمد لله أني وفقني أني أعمل في مجال أخدم في الوطن الحمد لله كلنا في خدمة الإمارات والوطن ويعطيك العافية وشكرا لك مجهودك مشتورين على وقتكم وأدعوكم لزيارة معرضنا إن شاء الله في ديواء إن شاء الله بدكم بزورك فيما والقبة إن شاء الله ما تقصرون يعطيكم العافية دكتور عمار مطر المزروع مدير أول إبداع والابتكار والاستراتيجية في هيئة كهرباء ومياه دبي شكرا لك ويعطيك العافية الله يسألوك